تبنت الدولة خلال السنوات الأخيرة رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتنمية سيناء التي تظل على رأس أولويات القيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومية وتسارعت الجهود لإعادة سيغة شكل وملامح وأوجه الحياة على أرض الفيروز من خلال الاستفادة من كفة المقاومات التي تتمتع بها واستغلالها بشكل الأمثل ملف الأمن والتنمية في شبه جزيرة سيناء سيظل على قمة الأولويات العاجلة والملحة للدولة باعتباره قضية أمن قومية من هنا جاءت أهمية قيام الدولة بوضع استراتيجية شاملة لتعمير سيناء وضخ الاستثمارات بها انطلاقا من حقيقة أن التنمية هي السلاح الأهم للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وبخطوات متسارعة وبتوجهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي جرى العمل لتعويض سيناء عن سنوات مضت من خلال تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة والاستثمارات في شتى القطاعات الدولة قامت كذلك بتأسيس سلسلة من المجتمعات العمرانية الجديدة المتكاملة ومدها بشرين الحياة عبر بناء جسور وأنفاق تربط البوابة الشرقية لمصر بمنطقة ودنيل والدلتة حتى يتم الاستغلال الأمثل لثروات ومقاومات أرض الفيروز الاقتصادية وإعادة بناء الإنسان بها ومنذ عام 2014 تحرص الدولة على تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة لسيناء حيث أنفقت الدولة مئات المليارات من الجنيهات على مشروعات تنمية سيناء بينما زادت الاستثمارات العامة الموجعة لسيناء خلال ثماني سنوات المشروعات العملاقة شهدت إنشاء عدد من المشاريع الضخمة من بينها إنشاء أربعة أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة بالإضافة إلى إنشاء خمسة كبار عائمة أعلى القناة لتسهيل حركة عبور المواطنين والبضائع فضلاً على الانتهاء من حفر نفق الشهيد أحمد حمدي إثنين لربط سيناء بكافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد من الموانئ بجانب الانتهاء من تطوير منفدين بريين بمدينتي طابة ورفح المقاومات الصناعية داخل شبه جزيرة سيناء متعددة من بينها خمسة مناطق صناعية ببئر العبد ووسط سيناء وأبو زنيمة والمسعيد والقنطرة شرق هذا وقد تم إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يساهم في تنمية سيناء حيث تمتد المنطقة داخل خمس محافظات وهم بورسعيد، الإسماعلي، السويس، شمال سيناء وجنوب سيناء وتشمل ستة موانئ بحرية هم ميناء شرق وغرب بورسعيد وكذلك ميناء العريش والعين السخنة بالإضافة إلى ميناءي الطور والأدبية وبالإضافة إلى ما سبق فقد تم إنشاء مصنع أسمند بطاقة انتاجية تبلغ سبعة ملايين طن سنوياً بالعريش بالإضافة إلى إنشاء مصنع لتصنيع وتعبئة الأسماك بطاقة انتاجية تبلغ نحو 2500 طن سنوياً بالقنطرة شرق وقد وفر مجمع مصانع رخام بجفجافة الذي تم إنشاؤه على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع نحو 700 ألف فرصة عمل مباشرة